أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن راد أن يتذكر أوراد شكورا نحمده سبحانه وتعالى أن جعل الليل والنهار أو فضل بعض الأزمنة على البعض الآخر وكان ذلك قدراً مقدوراً ونشكره جل في علاه أن جعلنا أمة القرآن فزادنا ذلك عزاً وسروراً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تلهج بها ألسنتنا آصالاً وبكوراً وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله والله الله جل في علاه قبلة الخليل عليه السلام فزاد ذلك أعداء الدين غلاً ونفوراً واللهم صل عليه وعلى آله وصحبه صلاةً تزيدنا بها رفعةً وحبوراً أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والثبات على دين الإسلام قال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعلموا أننا في شهر شعبان المبارك شهر باركه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووشهر خصه الله سبحانه وتعالى بعدة أحداث وقعت فيه كأمر الله سبحانه وتعالى لنا بالصلاة على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وكحدث تحويل القبلة في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة فكان ذلك في يوم النصف من هذا الشهر المبارك من السنة الثانية من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قال أبو حاتم البستي رحمه الله تعالى صلى المسلم إلى بيت المقدس سبعة عشر شهر وثلاثة أيام سواء وذلك أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قدم مكة أو المدينة المنورة لاثنتين عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وأمره الله سبحانه وتعالى بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام يوم الثلثاء للنصف من شعبان عباد الله لسنا بصدد ذكر الحدث التاريخي مجرداً عن استنباط الدروس والعبر والعضات منه فما وقع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من أجل الاقتداء به والاحتداء بهديه لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً يقول الله سبحانه وتعالى في حدث تحويل القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فأول شيء يؤخذ من هذا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلى نحو قبلتين فلا يوجد نبي من الأنبياء صلى نحو القبلتين إلا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فمنهم من اتجه إلى الكعبة المشرفة كالخليل عليه السلام ومنهم من اتجه إلى بيت المقدس إلا حضرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه اتجه أو أمره ربه بالاتجاه إلى بيت المقدس ثم أمره مرة أخرى بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام تخصيص يؤخذ منه ما مدى منزلة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وما مدى رفعة قدره عند الله جل وعلا قال الإمام السبكي وصليت نحو القبلتين تفردا وكل نبي ما له غير قبلتي فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة وإرضاؤه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة في مرواه البخاري في صحيحه ما أرى ربك إلا يسارع في هواك الله سبحانه وتعالى يسارع في إرضاء حبيبه صلى الله عليه وسلم فبدأ الله سبحانه وتعالى بإرضائه قبل أن يأمرنا بالاتجاه إلى الكعبة المشرفة قال سيد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى بدأ الله بإرضاء المحبوب قبل الأمر بالمطلوب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ضرها هنا الإرضاء فولي وجهك شطر المسجد الحرام هنا المطلوب إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يطلب شيئا ما زاغ البصر وما طغى فلقد كان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء من دون أن يطلب من الله شيئا فدر صحاب الكرم الإلهي والعطاء الرباني في إرضاء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كم للنبي المصطفى من آية غرى أحار الفكر في معناها لما رأى الباري تقلب وجهه والله أيمن قبلة يرضاها من هنا نأخذ إخوة الإيمان أنه لا بد للمسلم أن يسعى في إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم لأن إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم هو عين إرضاء الله سبحانه وتعالى وهو كمال وتمام إيمان المؤمن إذا وجدت من نفسك أنك تحب أن ترضي النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن إيمانك كامل تام يحلفون بالله لكم ليرضوكم الآية والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يقول الإمام الألوسي في روح المعاني لم يقل الله سبحانه وتعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوهما وإنما وحد الضمير في إشارة إلى أن إرضاء النبي هو عين إرضاء الله سبحانه وتعالى فمن لم يصل إلى إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم فلن يصل إلى إرضاء الله جل في علاه وإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم والإنقياد والتواضع والخضوع والخنوع لله ورسوله في كل أمر وفي كل شيء على عكس غير المسلمين من المنافقين واليهود في مدينة المنورة لما جاء أمر الله سبحانه وتعالى بأن يولي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وجههم أو وجوههم في الصلاة إلى مكة المكرمة قال المنافقون والله ما يدري محمد أين يتجه في صلاته وقال اليهود خالف قبلة الأنبياء أما الصحابة الكرام فقد سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فكان تحويل القبلة بمثابة الامتحان لقوة الإيمان والثبات على الإسلام وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه كانت امتحاناً في نسبة إن صح التعبير الإنقياد والاتباع لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يكون حال المؤمن في سائر الأزمنة والأمكنة الإنقياد لله ولرسوله فإن الخير كل الخير للأمة الإسلامية في الإنقياد لله ولرسوله التسليم المطلق لله ولرسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ينبغي أن يسلم المؤمن نفسه لله ولرسوله ظاهراً وباطناً فإذا وقع إجماع من الأمة في هذا المعنى فإن الخير سيتوالى عليها أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفوراً رحيماً الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما أرشد وأمر نحمده سبحانه وتعالى حمد من شعر فشكر ونشكره أن جعلنا من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأكرمنا بما أكرمنا به من التحف والعطاء فنشهد أنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادةً نثبت عليها مدى الدهور والأزمان وترقنا بها في أعلى درجات الجنان والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العدنان وعلى آله الكرام وصحابته البررة الأعلام أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة قال جل ذكره واتقوا الله ويعلمكم الله واعلموا أنه ما من كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبينا الكريم وما من تحفة أتحفه بها إلا لأجلنا فما كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ليطلب شيئاً إلا لأجل أمته ولسوف يعطيك ربك فترضى فحدث تحويل القبلة لم يخص به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم دون أمته فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون التخصيص والتمييز أيضاً لأمته فكان هذا العطاء الرباني والكرم الإلهي لهاته الأمة المحمدية بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركناً غير منهدم لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم القبلة من معاني تحويل القبلة وحدة كلمة المسلمين فلا تجد أحداً من المسلمين يصلي لغير القبلة الكل يصلي للقبلة المشرفة ويأخذ من ذلك وحدة الكلمة وجمعها وجمع الشبل ولمه مما يكون عليه حال المسلمين في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة وهذا الأمر هو الذي يجعل أعداء الدين يغتاضون من المسلمين وحدة كلمتهم ولم شملهم هو مكمن قوة المسلمين في سائر الأزمنة والدهور فلقد روى الإمام أحمد عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على الجمعة التي هدان الله لها وظلوا عنها وعن قولنا خلف الإمام آمين العامل المشترك في هذه الثلاثة اجتماع المسلمين في ظواهرهم وبواطنهم فالكل متجه إلى القبلة المشرفة وكل يسعى لحضور صلاة الجمعة والكل يؤمن خلف الإمام إما سراً أو جهراً فينبغي للمسلمين أن يحافظوا على معاني الوحدة والتمسك بكتاب الله والاعتصام بسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حتى يتسنى لهم أن يكونوا في أول الأمم وأن نكون أمةً رائدة متبوعةً لا تابعة وأكثروا رحمكم الله من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصاً في هذا الشهر شهر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلاً عليماً وآمراً حكيماً تشريفاً لقدر نبيه وتعظيماً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء المميزين بعده صلى الله عليه وسلم بالرعاية والولاية والاستفاء ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارضى اللهم عن الباقين من العشرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة إنك أهل التقوى وأهل المغفرة طلحة الخير والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وارضى اللهم عن الصبتين القمرين النيرين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتين بيهاته الأمة الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين وعن أمهما فاطمة الزهرى وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن المبرأة الملقبة بالحميرة وعن باقي زوجات نبيك الكريم أمهات المؤمنين وعن الصحابة أدرمعين خاصة الأنصار والمهاجرين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وكافة عبادك المؤمنين اللهم احينا على محبتهم واحشرنا يا مولانا في زمرتهم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا فرج إلا فرجك إذ جعل لنا فرجا ومخرجا مما نحن فيه فرج عنا كل هم وغم يا من بيدك مفاتيح الفرج اللهم ارفع هذا الوباء بقدرتك كما أنزلته بحكمتك إنما أمرك للشيء إذا أردته أن تقول له كن بغير كاف ولا نون سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع بجاه النبي الشفيع اللهم يفعل الحب والنوى أعطي لكل واحد منا في هذه الجمعة ما تمنى وما نوى اشف مرضانا وعافئ صحاءنا وارفع مبتلانا وارحم موتانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلد علينا بدنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل عدائك عداء الدين اللهم بارك لنا في بلدنا الجزائر احفظها بحفظك واكلأها بكلاءتك وارعها برعايتك وادفع عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين وبغض المبغذين وحقق اللهم فيها رجاء الصالحين وسائر بلاد المسلمين اللهم بارك في من وليته أمرنا اجمع به شملنا واحد به كلمتنا واضرأ به كيد الأعداء عنا ووفقه لخدمة العباد والبلاد وارزقه السداد والرشاد وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي وسائر بلاد أمور المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علنا وما أن تعلموا به منا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر